السلام عليكم متابعي قناة توب تين عرب في حلقة جديدة الفوبيا والرهاب نوع من الخوف الذي يتميز بأنه لا يعتمد على أساس عقلاني تجاه شيء معين لا يراه الآخرين مخيفا أول حالة مسجلة كانت من طرف في الفترة الممتدة بين 470 و 410 قبل الميلاد والتي كانت تخص شخصا اسمه نيك نور الذي كان يخاف من النهي ولأن هناك حالات غريبة من الرهاب والخوف فقد عددنا لكم قائمة من 30 حالة نأمل أن تروقكم وأن لا تكونوا مصابين بأي منها قبل يتمام الحلقة ندعوكم الاشتراك في قناتنا إن كنتم زوارا جدد أما إن كنتم من متابعين الأعزاء فنشكركم على وفائكم ونعيدكم بمزيد من التمييز مستقبلا إن شاء الله فرجة ممتعات الرهاب من الصرة قد يبدو الأمر غريبا لكننا ما نزل في البداية فقط وهناك خوف حقيقي من لمس الصرة ليس بالضرورة أن تكون صرة شخص آخر بل قد تكون خوف الشخص من صرته الخاصة الرهاب من الاستحمام حسب الإحصائيات فالنساء أكثر عرضا للإصابة بأنواع مختلفة من الرهاب مقارنة بالذكور وإن حدث وكنتم واقفين قرب امرأة برائحة نتنا فلا تواجهوها بالأمر فقد تكون من المصابين بالخوف من الاستحمام الرهاب من الجبن لا بد من التسول عن ما يقوله المصابون بهذا الخوف عندما يطلب منهم المصور قول تشيز أي جبن بالإنجليزية فالمصابون بهذا الرهاب يخافون من الجبن أهيا كان نوعه لكن هذا ما يجعلهم مناسبي لسكن معهم إن كنتم تحبون الجبن الرهاب من وجبات العشاء الجماعية أظهرت إحدى الدراسات أن ثلث سكان مصابون بالخوف تجاه شيئما المصابون بالخوف من وجبات العشاء الجماعية يتجنبون حضورها ويفضلون تناول العشاء لوحدهم الرهاب من الذقون من حالات الرهاب المعروفة الخوف من الطيران ومن الحالات الأقل شهرة الخوف من الذقون الرهاب من الرقص إن حدثا ووجدتم في حفلة الراقصة ولحظتم وجود شخص أو مجموعة أشخاص جالسين لا يشاركون في الرقص فربما أنتم أمام أشخاص يعانون من الخوف من الرقص المصابون به لا يخافون فقط من الرقص وإنما من كل من يرتبط به وربما يخافون من طفلة ترتدي لباس الباليه أكثر من خوفهم من قاتل متسلسل التصاق زبدة الفستق بأعلى الفم إن كنتم تحبون الفستق كثيرا أو جربتم الخليط المصنوع منها الذي يشار إليه باسم زبدة الفستق فربما قد جربتم تناوله باستخدام ملعقة نعوض دهنه على الخبز انتشرت منذ مدة أخبار عن الرهاب أصيب به البعض ويخص الخوف من التصاق زبدة الفستق بأعلى الفم قبل أن يظهر لاحقا أن الأمر مجرد خدعة ولا وجود لهذا الرهاب الرهاب من الحفر هذا الرهاب يخص الخوف من الحفر الصغيرة كالتي تبرز من الشهد أو من الإسفنجة المصابون بهذا الرهاب قد يصل بهم الأمر للإحساس بالغثيان عند رؤية حفر صغيرة الرهاب من الذهاب للعمل الذهاب للعمل قليلا ما يكون ممتعا خاصة للمصابين برهاب من الذهاب للعمل فقد أشار متخصصون إلى حقيقة وجود هذا النوع من الرهاب والذي قد يشمل أنواعا من المخاوف مثل الخوف من التحدث أمام الجمهور الخوف من إنهاء العمل في الوقت المناسب الخوف من تقديم أداء جيد وغيرها من المخاوف الرهاب من الخشب والأشجار والغابات نعم تم تعرف على أكثر من 400 رهاب حتى الآن بشكل رسمي أحدها هو الخوف من الخشب الأشجار والغابات ومن مجرد لمسها لكن لا معلومات واضحة حول إمكانية بلوغ الأمر الخوف من المنتجات المصنوعة من الخشب كالكراسي والأبواب الخشبية الرهاب من إبداء الرأي أو الاستماع للرأي الآخر هذا الرهاب ينقسم لنوعين إما الخوف من إبداء الرأي أو الخوف من الاستماع له مصطلح رهاب أو فوبيا يأتي من المصطلح اليوناني فووو الذي يعني خوف الرهاب من الرقم 8 المصابون بهذا الرهاب كلما سألوا عن الوقت يأملون أن لا يحتوي الجواب على الرقم 8 لأنهم بكل بساطة يخافون منه الرهاب من استعمال الكلمات الطويلة المصابون به يخافون من استعمال الكلمات الطويلة ومن المعتقد أنه يظهر عند الأطفال بعدما يتجنب آباؤهم تعويدهم على التعامل مع الكلمات الطويلة عبر تجنب استعمالها حتى عند قراءة القصص والنتيجة أن المصابين به قد يصل بهم الأمر إلى الإصابة بجفاف الفم والإحساس بالغثيان كلما اضطروا لقراءة أو استعمال كلمة طويلة الرهاب من الأشياء الجديدة وهو نوع من الرهاب يصيب الخائفين من كل ما هو جديد ليس فقط الألعاب مثلا أو الأجهزة المختلفة بل يشمل الأمر التجارب الجديدة وكل ما قد يصادفونه في حياتهم إن كان جديدا فسيميلون لتجنبه الرهاب من مضغ العلكة المصاب بهذا الرهاب يظهر عليه جليا من الخوف من البقاء قريبا من أي شخص قد ينضغ العلكة ينفخها أو يتلعب بها باستعمال أصابعه وأسنانه الرهاب من صوت انفجار نفاخة بوم المصابون به يخافون من الصوت الذي يصدر عن النفاخ المنفجرة وقد يصلوا بهم الأمر للخوف من النفخات بصفة عامة حتى وإن لم تنفجر الرهاب من الرضع لن تسمعوا طلب تجربة حمل الرضيع من طرف المصابين بهذا الرهاب لأنهم لا يستطيعون تعامل مع الأطفال الصغار بل قد يرتجفون ويحسون بالغثيان إن توجب عليهم لمس رضيع صغير الرهاب من إيجاد شريك الحياة المناسب هناك أنواع من الرهاب يمكن تفاهم الإصابة بها مثل الخوف من إيجاد شريك الحياة المناسب فكل ما يتعلق بما يلي مرحلة إيجاده مثل التخطيط لتأسيس أسرى معه ثم العمل على ضمان استقرارها كلها أشياء يخاف أن يمر منها المصاب بهذا الرهاب نتيجة خوفه من الالتزام الرهاب من الآخرة ويصاب به الخائفون من الحساب الذي ينتظرهم بعد وفاتهم وهل هم من أهل النار أم من أهل الجنة وكثيرا ما ينتشر بين المتدينين بشكل أكبر الرهاب من الكتابة في الملأ إن كنتم تتابعون النجوم وتحركاتهم ولاحظتم أن منهم من يتجنبون تقديم توقيعاتهم الشخصية لمعجبهم في الملأ فلا تضموهم فقد يكونوا مصابين بالرهاب من الكتابة في الملأ وأمام الناس الرهاب من الأقارب جميعنا نمتلك أقارب نكره التواجد قربهم إما لضجيجهم العالية ولتصرفاتهم غير المقبولة لكن هناك نوعا من الرهاب يجعل الشخص لا يطيق التواجد قربهم بشكل تام ويفضل تجنبهم الرهاب من اللعب وهو خوف ينتشر بشكل خاص بين الأطفال لكن من البالغين من هم مصابون به كذلك المعني سبب فمن المرجحن المصابين به تعرضوا لصدمة نفسية في وقت سابق ويمكن علاجه بعدة طرق كتحديد جلسات لدى الطبيب النفسي الرهاب من مصاصي الدماء وهو الخوف من مصاصي الدماء بعيدا عن إمكانية وجودهم حقا أو عدمها فهنا لك من يخافون من التعرض لعضة من مصاص دماء أو حتى أن يقوم بتحويلهم لمصاصي دماء جدد فإن رأيتم شخصا ينام ومعه كيس من الثوم لا تستغربوه الرهاب من اللمس وهو الخوف من لمس شخص آخر أو التعرض للمس منه المصابون به يفضلون يعتزال لمس من حولهم أين كان الرهاب من الهولنديين لنتفق أولا أن الأمر غريب حقا ونتفق أيضا على أن هذا لا يعني أنه للك نواعا من الرهاب خاصة بكل بلد على ظهر الأرض لكن هناك حقا رهابا معترفا به يخص الخوف من كل ما يرتبط بالثقافة الهولندية أما عن السبب فهو مجهول الرهاب من عيد الميلاد لا يحتفل الجميع بأعياد ميلادهم فكل شخص وتصوره للأمر لكن هناك من بلغ بهم الأمر أن يصاب برهاب من أعياد الميلاد وكل ما يرتبط بها كالنفاخات كعكة العيد المو وطبعا أغنية عيد الميلاد الرهاب من الحمات تجنبا لأي مشكلة مع حياة أي منكم سنكتفي بإخباركم أن هناك حقا رهابا معترفا بها يخص الخائفين من أم الزوج أو الزوجة فإن كان أحدكم مصابا به اعلم أنك لست وحدك الرهاب من الأجهزة المنزلية هذا الخوف من الأجهزة المنزلية غريب حقا ولكم أن تتخيلوا كيف يعيش المصابون به فهم لا يستطيعون استخدام الفرن ولا الثلاجة بل حتى جهازة الفاز في محل شك الرهاب من المهرجين مع صدور فيلم إيت وأجدنا من الضروري إيراد هذا النوع من الرهاب ضمن لائحتنا ومن الشخصية المشهور المصاب به الممثل المشهور جوني ديب الذي وضح الأمر بقوله أن الأمر مخيف خاصة عندما لا يعرف الشخص إن كان المهرج فرحا أم غاضبا يبحث عن ضحيته التالية بسبب الطلاء الذي يستخدمه لإخفاء ملامح وجهه أخيرا الرهاب من الدغدغة قد يبدو هذا الخوف عاديا إلا أنه ليس كذلك فالمصابون به قد يصابون أثناء دغدغتهم بتقطع في النفس وقد يحاولون الهرب كذلك هل سبق وسمعتم بأحدى هذه الأنواع؟ هل تعرفون شخصا مصابا بأحداها؟ وهل أنتم مصابون بأحداها؟ شاركونا أجوبتكم في تعليقات أسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل أعجبكم تفعيل خاصية الإشعارات بالضغط على الزر الذي يظهر قرب زر المتابعة والالتحاق بقناتنا للمزيد من الفيديوهات المنوعة إلى اللقاء